الآن نريد أن نقوم بإنشاء الجدول هنا، إنشاء الجدول الـ users، وأنا نضع فيه بيانات. فلذلك أنا سأقوم بمرة أخرى. دعونا نرى ماذا لدينا. لدينا الموديلز، فإذاً ما هي بداخل الموديلز؟ الـ database والإندكس. أيضاً أريد أن أقوم بإنشاء ملف فيه الـ data التي أريد إضافتي على نفس فكرة ملف users data. فإذاً ليه نقوم بذلك؟ سأسمي هذا الملف load data. ما رأيكم؟ فإذاً load-data.js فإذاً هنا فعلياً أنا أحتاج instance الـ database التي قمت بإنشائها والتي هي SQLize والتي تربطني مع الـ database التي لدي هنا لأنني أريد فعلياً جدول بالـ database. فإذاً require وتحتاج models database. وأيضاً نحتاج الموديلز التي قمنا بإنشائها أو موديلز التي أنشأناها بالإندكس. فإذاً أيضاً require models index لهذا الشكل. من الـ index هنا سأجلب model user. هذا مرة أخرى ذهبت إلى الريكون. فإذاً بداخل الـ models هنا لدينا user. أريد جلب الـ user حتى أجلب الـ user table الذي قمت بإنشاء هيكلته هنا. فبالتالي هنا const user capital letter u models. من هنا من هذا الـ class الذي لديه الآن هنا يمكن أن أنشأ قيود في قاعة البيانات أو records أو أسطر في قاعة البيانات. كيف ذلك؟ يوجد مثل اسمها create. وبهذه المثل يمكن أن أزودها هنا بالـ first name مثلاً ما قيمة الفرس name مثلاً نورس. يمكن أن أزودها مثلاً الـ user name. ما قيمة الـ user name مثلاً نورس 1 2 3. يمكن أن أزود الـ favorite number و is active مثلاً false أو true لا مشكلة. يمكن أن أكرر هذه أكثر من مرة حتى أنشأ أكثر من سطر في قاعدة البيانات. مثلاً هنا سننشأ قيد لعلا وعلا مثلاً أربعة أربعة رقمها المفضل ثمانية و true. يمكن أن ننشأ هنا قيد لهاشم مثلاً والـ favorite number مثلاً سبعة و true بهذا الشكل. يمكن أن ننشأ أكثر من قيد بقاعدة البيانات وإستخدام هذه الطريقة. لكن فعلياً هذا الـ user.create يعيد لي بـ promise. وبالتالي حتى أن نفذه يجب أن أستخدم كلمة await حتى يتم فعلياً تطبيق هذا promise. أو حل هذا promise. فكيف ذلك؟ كيف يمكن أن أستخدم كلمة await في الهواء؟ لا يمكن. يجب أن نضعها ضمن function async. وبالتالي هنا سأقوم بإنشاء function. هذا الـ function سأسمي create users. وهذا الـ function بداخله سأضع فيه هذه الأشياء. وسيكون هذا function async ومرة أخرى أذكركم بماذا؟ بماذا أذكركم؟ أن تدرسوا async await لأنها مهمة جداً. فإذاً الآن أنا قم بإنشاء هذا الـ function الذي ينشأ لي الثلاثة قيود في قاعدة البيانات. لاحظوا لم أزود الـ ID. لأن الـ ID سيتم إضافته بشكل أوتوماتيكي للقايد. فأنا الآن ارتحت من موضوع الـ ID. والآن أريد تنفيذ هذا الـ function. هذا الـ function create user. أريد أن أنفذه. فذاً مرة أخرى كيف يمكن أن أن أنفذه فعلياً؟ كيف يمكن أن أن أنفذه؟ فأنا أريد إضافة هذه المعلومات لهذه الـ database. فكيف يمكن أن أقوم بذلك؟ فبكل بساطة سنحتاج أن نستخدم instance الاتصال الذي قمنا به وهي SQLize. ومن SQLize سنستخدم method اسمها sync. وهنا سنكتب force. إذاً لاحظوا أنا أعدت لـ documentation هنا. حتى أوضح ما عمل sync. فإذاً هذه هي sync. وعمل sync أنها تقوم بـ synchronize. يعني مزامنة كل الموديلز التي لدي. فإذاً ها هي. فإذاً بالتالي كل شيء موجود لدي بالموديلز التي قمت بإنشائها. وهو structure الذي قمت بإنشائه في الـ index هنا. طبعاً إذا قمت أنا بتعديل على أي شيء هنا. فباستخدام sync هذا. فسيتم مزاونته مع قاعدة البيانات الموجودة هنا بشكل فعلي. وهذا هو فكرة sync. وطبعاً هي تعود لي بـ promise. وهنا بالنسبة لـ force true. لماذا أنا وضعت هذا الـ option force true؟ لأنها ستقوم بإنشاء الجدول. وإذا كان موجود فعلياً فهي تقوم بحثف الجدول السابق وإنشائه بشكل مجدداً. لكن بدون force true ستقوم إذا كان الجدول غير موجود ستنشئه. لكن إذا كان موجود لن تفعل أي شيء. لكن أنا وضعت هنا force true. والسبب أنني أريد بحالة أنني قم بتغيير بالـ structure هنا. فأنا أريد أن ينعكس ذلك على قاعدة البيانات. وبالتالي أنا وضعت force true. وأيضاً تعيد لي بـ promise. وهنا بداخل promise أنا أريد تنفيذ هذا الـ function. مرة أخرى أنا أريد أن أضع هذا بـ try و catch. حتى أرى إذا كان هناك أي error فأنا أريد فعلياً أن يظهر لي هذا الـ error. وهذا create users هو sync function. فالتالي سأقوم بإضافة هنا await حتى يتم حل هذا الـ function وينشأ هذه الـ users. إذا كان هناك error فأنا سأكتب هنا error. فإذاً سأكتب SQLize database data base error. سأضيف هذا error بهذا الشكل. فإذاً الآن أنا فعلياً قمت بإنشاء هذا الملف كيف سأقوم بتنفيذه. فإذاً بكل بساطة هذا الملف أين هو فإذاً أين هو ها هو. فسأقوم بتنفيذه باستخدام node. فسأكتب node load data بهذا الشكل. طبعاً هناك مشكلة. فإذاً ما هي المشكلة؟ طبعاً أنا عرفت ما هي المشكلة فإذاً لنقوم بحلها. فإذاً هذا هو الملف. فإذاً هنا sync يجب أن نضع هنا هكذا. تالي بهذا الشكل. فإذاً لأن sync أنا قمت بإعطائه force true option. وانتهى. والآن sync function هذا يعطيني ينتج لي promise. وبالتالي أنا قمت ب then حتى أقوم بتنفيذ هذا ال promise. فإذاً الآن مرة أخرى سأقوم بتنفيذ نرى هل يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ ولكن يعطيني المعلومات التي فعلياً يقوم بتنفيذها وإضافتها لقاعدة البيانات. فإذاً الآن بعد الانتهاء سنذهب لقاعدة البيانات ونرى ذلك بشكل فعل. فإذاً تم الانتهاء الآن لنذهب لقاعدة البيانات التي لدينا هذه. سأقوم ب refresh أو تحديث. سنجد تم إنشاء جدول الـ users لدينا ها هو. وجدول الـ user لاحظوا فيه أعمدة. الـ id تم إضافته بشكل أوتوماتيكي. عمود الـ first name. عمود الـ user name. الـ favorite number is active. من أين جاء هذا؟ سأحدث لكم الآن بعد قليل. وأيضاً لدينا القيود التي أنا قم في إضافتها. نورس وعلواء هاشم منتاز. فإذاً الآن هذا من أين جاءت فعلياً؟ هذه جاءت من SQLize. تقوم بإضافتها بشكل أوتوماتيكي. فإذاً لنذهب إلى أين؟ لنذهب إلى هنا. هنا يمكن أن نضيف يمكن أن نضيف options هنا. بداخل instant SQLize. فأنا أريد أنا لا أريد SQLize أن تضيف لي هذه الحقول الموجودة هنا. التي هي created أو هذه الأعمدة. فبكل بساطة يمكن أن نضيف option هنا. أكتب define. وهنا أكتب time stamps. وأكتب false. طبعاً أنا مجرد أن أقوم بهذا التغيير وتحديث هنا لن يتغير أي شيء. فإذاً لنعود بقيت كما هي. ما الشيء الذي عليّ أن أقوم به عليّ أن أقوم بتنفيذ load data مجدداً حتى يتم التعديل. وكوني أنا كتبت force true فهذا الشيء سيقوم بحذف هذا الجدول وإعادة إنشائه مجدداً. فالآن أنتظر حتى ينتهي. انتهى. الآن إذا قمت بالتحديث ستخذفي حقول updated ad و created ad. فأنا قمت فعلياً بالوصل مع قاعدة البيانات. قمت بإنشاء جدول. قمت بإنشاء أعمدة. وقمت بإضافة قيود لقاعدة البيانات. فإذاً ما الشيء الذي بقي فعلياً؟ الشيء الذي بقي بكل بساطة هو أن نذهب للresolvers ونغير طريقة الاستعلام عن الديتا. فبداية كان لدينا قاعدة البيانات. الآن لدينا قاعدة بيانات. فكيف سيكون هذا التعديل؟ أو كيف سنحقق الاستعلام بقاعدة البيانات باستخدام SQLize؟ سنقوم بذلك بعد قاعدة. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر